اشتركوا في القناة ورح يكون يوم خمسة احداعة ولكن في ساعات متأخرة يعني بمعنى اخر ساعات يوم خمسة احداعة اللي هو الساعة عشرة واربعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتوقيت الاردن من زيد ساعتين يعني الساعة اتناعش ونص بما انه احنا الان توقيت اه له توقيت شتوي يعني اتناعش ونص وخمسة بنتقل عطارد عطارد رح ينتقل ويمكث في برج العقرب يعني لغاية ساعات عصر يوم اربعة وعشرين احداش يعني تقريبا الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش الان بالنسبة لكوكب عطارد عشان بس يكن في بعض المعلومات عن كوكب عطارد هو المسؤول او المسيطر على قدرة التفكير على نقل افكارنا على كيف نوصل المعلومة للغير على سرعة الفديهة تقوية الذاكرة الاتصالات المواصلات كلها هاي لها علاقة بتاثيرات كوكب عطارد اذا ايجابي بعطينا اشياء ايجابية منقدر نتحاور مع الناس منقدر نوصل المعلومة منقدر نروج لسلعة معينة منقدر انه مثلا يعني كتجارة دراسة تعليم اجهزة الكترونية سيارات هاي كلها حتى تدخل في نظام البورصة في بعض الاوقات او الاسهم او النظام الانترنت الكمبيوترات هاي كلها لها علاقة بعطارد بشكل خاص طبعا هو الو ايجابيات و الو سلبيات لما بيكون بتحكم في الاشخاص طبعا هو الكوكب المسؤول عن برجين عن برج الجوزاء وبتعرف الكل حتى موريد برج الجوزاء بيعرفوا تقلب مزاجهم هو بسبب عطارد لانه هو الكوكب المسؤول عنهم وفي نفس اللحظة عن العذرة ولكن هو مسؤول عن ايش انه هم بقدروا يتحكموا بعواطفهم ما بقدروا يخفوا جانب كبير من عواطفهم لدرجة انه اللي بتعامل معهم بفكرهم ما عندهم عواطف او باردين عاطفيا بعطيهم قدرة على الانتقاد وكشف عيوب اي شيء دائما بيبحثوا عن الكمال طبعا الصفات الايجابية لكوكب عطارد هي الفضول العفوية قوة الاتصال التعبير عشق الحرية قوة التفكير بكل معانيها وتحليل الامور وكثرة الحركة فهاي اكثر الصفات من خلالها بتقدروا تعرفوا انتو كوكب عطارد بتحكم في ايش في كل المجالات طبعا سلبياته تقلب المزاج والعصبية يعني بأخذ التفكير بالجانب السلبي او البعد السلبي اكثر من الشيء الايجابي طيب الان لما بدي انتقل عطارد من برج الميزان الهوائي ورح يدخل على العقرب اشخاص كثير ممكن يجي لمحلك يعطيك ايجابيات انتقال عطارد او يجي يعطيك سلبيات انتقال عطارد ولكن عطارد رح يتقلب بمزاجه زيه زي اي برج مرات بيجي ايجابي مرات بيجي سلبي على حسب الزوايا اللي بشكلها فعادة احنا دائما مناخذ اغلب الزوايا هاي او اكثر الزوايا هاي مندرسها منحللها منبحث عنها بس نشوف الغالب على ايش منشوف احنا الشهر هذا اتجاهه لايش رح يكون من كل اللي ذكرناه من الاشياء اللي بتحكم فيها كوكب عطارد خلينا نشوف احنا يعني الان ننظر للخارطة الفلكية انا طلعت يعني استخرجت الزوايا اللي هي الزوايا اللي رح تتشكل وتواريخ وهذا ولكن خلينا نشوف ايش رح يطلع معنا ايش اللي رح نشوفه هاي الخارطة الفلكية الان بثها هي اليوم الثلاثاء مثلا اكتوبر 2021 الوقت اللي هو احنا بـ 26 الشهر يعني هي موعد تسجيل البث للحلقة ساعة 11 وربع مساء طيب هذا ما رح يفيدنا اذا احنا بدنا نشوف طبعا فيه ناس بسألوني عن البرنامج هذا اللي انا بشتغل عليه طبعا هو لا يعتبر من اقوى البرامج الموجودة لانه هذا ديمو هو برنامج زيت زي اي تي موجود على الانترنت بكثرة فيه منه نسخة مجانية هاي النسخة المجانية انا اللي بشتغل عليها هاي النسخة المجانية لانه ما بهمني اساسا انا بهمني بس اشوف الزوايا سرعة الكواكب حركتها اقدم الوقت اخره وخلص انا بدرس التحليل فيه ناس بدهم برامج كبيرة ومفتوحة ومش عارف ايش عشان البرنامج هو اللي يشتغل عنه انا ما بحبش بحب اشتغل بيدي طيب خلينا نشوف اول زاوية رح تتشكل هي يوم الانتقال احنا قلنا يوم خمسة 11 بده يبدأ عملية الانتقال يوم خمسة 11 منيجي منطلع على اطارد على رمز اطارد اول اشي منيجي على المنطقة هاي هاي رمز اطارد شايفينه هو جاي على الحد درجة 29 51 يعني هو محطيته على اساس انه الساعة 11 وربع بتوقيت الاردن لو مشيته شوي مثلا ساعات بسيطة منلاقي انه خلص هي انتقل وصار موجود بالعقرب طيب هسا اول زاوية هي رح تتشكل هي رح تكون يوم 6 11 الزاوية هاي رح تكون زاوية تسديس ما بينه وبين الزهرة هيها طبعا زاوية متصلة وهاي زاوية ايجابية قوية ما بين الكوكبين هدول اللي دائما بيظلوا حوالين الشمس يعني يا جنب الشمس يا قبل الشمس يا بعد الشمس ولكن كل ما ابعدوا يعني زي الزهرة هسا ابعدت هيك من اعتبرها احنا فمنلاقي بدخلها للجدي فترة بعدين تبدأ تتراجع عشان ترجع على نفس المكان لازم تضلها حوالين الشمس يعني ما بتبعد عن الشمس طيب خلينا في موضوع عطارد في حلقة ثانية رح نسجلها عن الزهرة رح نشرح هاي النقاط الأساسية هاي اول زاوية هي زاوية بتسديس رح تكون بين عطارد وبين الزهرة طيب في زاوية ثانية رح تتشكل يوم 10 طلعوا لو مشيت طلعت ماشي الزاوية اللي ما بين عطارد وبين الزهرة بتظلها موجودة هاي أنا صرت 9-11 مثلا ولكن ما زالت الزاوية ولكنها بتخف ما بتظلها بقوتها لأنه عادة هي الزواية بتمشي 7 درجات وهي معامل اتصال منفصل مش انتصال متصل فعشان هيك بيظل الاتصال موجود ولكن تأثيرتها أضعف يعني ثلاث أيام قبل ثلاث أيام بعد أربع أيام خمس أيام كأقصى حد بين الكواكب البطيئة ولكن بين الكواكب الكبيرة يعني زي زحل وأورانوس هاي زاوية التربيع هاي من أول السنة وهي مشكلة يعني ما انقطعت أبعدوا عن بعض ورجعوا شهر 12 رح ترجع تتشكل برضو ذروتها لثالث مرة خلال هاي السنة فعشان هيك يعني بتظل هذه الزوايا البطيئة جدا موجودة ما بتتغير ممكن تقعد سنة وسنتين على حسب بطء وسرعة الكواكب الموجودة طيب الآن هاي وصلنا احنا حطينا مثلا على تسعة احداش احنا بدي يوم عشر احداش هاي يوم عشر احداش بنتطلع منشوف انه الزاوية ما زالت التزديس موجودة ولكنها زاوية ضعيفة صار اللون أبهت ونسميها احنا منفصلة ولكن الزاوية الأدق هي رح تصير زاوية اقتران ما بين هي زاويتين في نفس اليوم زاوية الاقتران ما بين عطارد والمريخ هاي زاوية قوية وبرضو في نفس اللحظة زاوية التربيع اللي تشكلت اللي رح تيجي لهاي الزاوية اللي رح تكون مع زحل هاي زاوية خطيرة وبرضو المريخ رح يشكل نفس الزاوية في نفس اليوم لها أثارها رح نحكي عنها ان شاء الله كمان شوي ما بدنا نطيل الحلقة طيب الآن بدنا نمشي كمان ليوم ثلاثة عشر يوم ثلاثة عشر هي بتبلش زاوية التقابل تشكلت الآن صارت أقوى ما بين عطارد وما بين أورانوس وهاي زاوية طبعا فيه هو لأنه كوكب منافق فعشان هيك دائما مع السعيد بيسعد ومع المنتحس منتحس ولكن مع الزاوية هاي احنا منقول هو ممتزج بيظل يتقلب بعطينا سعادي في جانب معين ولكن بقصى علينا بجانب ثاني اللي هو جانب المفاجآت اللي بتيجي لها علاقة بالأشياء اللي ذكرناها طيب الآن بدنا نمشي برضو ليوم عشرين احداش يعني لا يوم ثلاثة عشر احنا فيه زاوية يوم ثمانطاعش اللي هي ثمانطاعش بين عطارد والنبتون هاي صارت اللي هي زاوية التثليت هاي عطارد ونبتون هاي زاوية ايجابية رح تكون برضو ممتازة يوم عشرين برضو فيه عنا زاوية يوم عشرين اللي هي بين عطارد والمشتري يعني هاي زاوية تربيع وتعتبر حاد جدا بما كان هلانه برضو المريخ بشكل نفس الزاوية فعشان هيك تعتبر زاوية سلبية يوم واحد وعشرين برضو فيه كمان زاوية اللي هي بين عطارد وبين بلوتو زاوية تسديس يعني هاي من الزاوية اللي احنا من اعتبرها من الزاوية الايجابية ولكن زي ما لاحظنا انه كثرة الزاوية اللي موجودة اللي شكلها يعني هاي وصلنا لوين ولكن زاوية التربيع موجودة انفصلت زاوية التقابل ما بينه وبين اورانوس لكن بينه وبين المريخ بين اورانوس والمريخ ظلت موجودة يعني هاي بالدل على انه الغالب اللي رح يكون طاغي خلال فترة الشهر هاد هي الزاوية السلبية اكثر من الزاوية الايجابية فخلنا شوية نشوف ايش تأثيرات هاي الزاوية او ايش اللي رح تعملها هاي الزاوية ايش اللي رح نحسب حسابه او نخاف منه فبتنا نشرح الزاوية هاي قديش رح تدوم ناخذ حضرنا في اي ايام فيها ونركز عليها بشكل جيد فبنيجي اول شيء بدن ناخذ اول زاوية اللي هي زاوية التسديس اللي رح تكون بين عطارد وبين الزهرة وهاي تأثيرها بما انه الانتقال يوم ستة احداش هي تأثيرها بتبلش من يوم ثلاثة احداش ليوم تسعة احداش زي ما حكينا هي ثلاثة ايام قبل ثلاثة ايام بعد لانه سرعة سرعة قوية جدا فهدولا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الصحافة او المجال الادبي او عندهم محاضرات او عندهم مناقشات هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والادبية بشكل كبير حتى اللي عندهم امتحانات ولكن بما انه رح يشكل زوايا كثير صعبة فعشان هيك منقول انه بتكونوا حاذرين وخصوصا في الايام اللي بنقرب فيها على تسعة الشهر لانه اساسا في زاوية اللي هي يوم عشر احداش اللي حكينا عنها هي العطارد رح يشكل زاويتين هي زاويتين سلبيات زاويتين هدولا تأثيرهم ببلش من يوم خمسة احداش لا خمسة احداش الاولى هي اقتران رح تكون بين عطارد وبين المريخ بتلاقي انه في هاي الفترة بسود شعور بضيق الصدر ما بنتقبل النقد ممكن انثور بشكل مبالغ فيه بوجه اي شخص ممكن ينتقدنا او يعطينا ملاحظات بخصوص تصرفاتنا او افعالنا وممكن تكون ردة الفعل اللي عندنا اما بمواجهة عنيفة او بكشف اخطاؤه وعيوبه بتكون تحذروا من هاي النقطة بشكل كبير وخصوصا انه برضو رطارد والمريخ واثنين في برج مائي بزاوية اقتران فتوقعوا انه فيه تقلبات الها علاقة بالجو ومفاجآت الها علاقة بالمناخ والجو بالفترة هاي بتكون بشكل مفاجئ ممكن شوي تكون عنيفة على بعض الدول فيه برضو امور لها علاقة بما انه المريخ لها علاقة بالنار وهي لها علاقة بالسيارات فلا فيه هي لها علاقة بالحوادث بالقطارات بالطيارات بالسيارات ولكن يعني ان شاء الله انهم بصير اي اشي زاوية التربيع اللي رح تتشكل في نفس اليوم هي زاوية التربيع رح تكون بين عطارد وبين زحل هاي بتسبب نوع من انواع التعب والقلق والحذر الميل للكآبة بتحد من خيالنا بيخلي الخيال شارد الذهن بيخلينا نظن نفكر في اشياء كثير متقلبين في المزاج فهاي بتوصلنا لمرحلة الارهاق وبالضرب الصحة على مستوى الاعصاب زي شد عضل آلام المعدة الصداع الامور اللي بتطلب من الشخص انه يحذر منها بشكل كبير فبتكون تنتبهوا في الفترة اللي ذكرناها اللي هي ما بين خمسة احداش وخمستاش احداش طيب الآن في الزاوية اللي هي يوم ثلاثة احداش زاوية التقابل الآن حكيت عنها ايجابية وسلبية في نفس اللحظة يعني ممتزجة فعشان هيك هي بين عطارد وبين اورانوس بيبدأ تأثيرها من يوم عشر احداش وحتى سبعت عشر احداش هاي بتخلينا شوي من جانب انه ننشط وممكن انه نباشر باكثر من مسعى واكثر من عمل في اكثر من اتجاه في نفس الوقت وبارضو بتعطينا قدرة عالية جدا على التحليل وبتسهل علينا حل مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة بقوة الحدث اللي موجودة عندنا بشكل واضح ولكن سلبياتها بما انه عطارد اورانوس في اشياء لها علاقة بمعلومات تكشف بالصحافة الثقافة زي ما حكينا اتصالات ومواصلات ونشر وبرضو لها علاقة باحداث مفاجئة وممكن تكون مزعجة يعني تسبب نوع من انواع الالم او يعني تكون صادمة للعالم او تترك اثر اما بالنسبة ليوم 18-11 في زاوية تخليط ايجابية حكينا عنها بين عطارد وبين نبتون وهي بيبدأ تأثيرها يوم 15-11 ورح تستمر لغاية يوم 22-11 بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة زي ما حكينا من يوم 15-11 ليوم 22-11 ولكن لاحظنا انه في زوايا سيئة فعشان هيك هاي الزاوية بتضعف فممكن انه البعض يتميز فيها ولكن ردات الفعل عنا او طريقة التعبير ممكن تكون سلبية بالنسبة لعشرين احدهاش زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المشتري دخل المال في النص هنا المشتري الاعلاقة بالمال عطارد الاعلاقة بالبورصة والاسهم وهاي زاوية تربيع هاي بتهدد بنوع من انواع القلق النفسي عادة بيزيد مننا للاخطاء في الحكم على الاشخاص افشاء الاسرار ممكن تعرضنا لمشاكل مع العدالة اهمش انه بالفترة هاي تتجنب التوقيع على الوثائق المهمة يعني الا اذا بتراجعوها وتدرسوها بشكل جيد يعني بمعنى اخر مش تنفعلوه وتروح انت ماسك الورق الا انت والله هالتوقيع وحطينا هالتوقيع ومشينا حالنا لا بدك تدرس الورق وتتأكد منه تماما واذا بتستشير اهل الاختصاص بيكون افضل طبعا بالفترة هاي اللي بيقوم بعمليات الاستثمارات او المضاربات المالية بدهم ينتبهوا بشكل كبير للسوق المالي لانه بالفترة هاي الخسائر بتكون مفاجئة لانه هاي زوايا تربيع فمنقول انه زي من 17-11 او من 15-11 لغاية يوم 25-11 يعني هذي فترة صعبة على المستوى المالي انتبهوا وخصوصا الاشخاص هدول لانه ممكن الخسارات توصل او اتصل للدعاوة القانونية او القضائية فعشان هيك بتكون تركزوا وتعرفوا كيف تقرأوا السوق المالي بشكل جيد بالنسبة ليوم 21-11 هاش في زاوية تسديس ايجابية حكينا بين عطارد وبين بلوتو وبما انها ايجابية وتعتبر اخر زاوية فمنلاقي انه تأثيراتها من يوم 18 ليوم 24 فطلعنا من الزاوية الاولى ولكن بثلاث ايام من اخرها للزاوية فهنا هاي بتزيد من حدة الذهن وحسك النقدي وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة تنظيم اعمالنا انجاح مشاريعنا اتخاذ القرارات اللازمة فزي ما لاحظنا هنا انه معظم الزاوية الغالبة خلال الشهر هاد هي زواية سلبية رغم انه في تشكل لزواية ايجابية رح تكون موجودة ولكن الزواية الايجابية بتضيع مقارنة مع زواية التربيع او زواية التقابل او الاقتران مع المريخ ضعف العطارد ضعف العطارد رح يكون واضح ممكن في اخر اكم يوم من الثلاث اسابيع هدولا يرجع لساعاته ولكن اجمالا طول الشهر هو رح يظل بوضع منتحس خلال الفترة الواقعة ما بين خمسة احداش واربعة وشرين احداش اللي هي فترة وجوده في برج العقرب طبعا بالنسبة لعطارد لما بدخل على برج العقرب خلال هاي الفترة اللي حكناها من خمسة احداش لاربعة وشرين احداش بيشعروا موليد برج العقرب بقوة الفكر والادراك الجيد للامور وبينشطوا في مجال الدراسة والمطالعة وجراء الاتصالات او القيام بسفريات ضرورية بيتمتعوا ايضا في قدرة الاقناع او اقناع الغير بوجهة نظرهم بيستفيد معهم موليد العبراج المائية مثل السرطان الحوت والترابية مثل التور وبرضو العذراء والجدي طبعا برضو الجوزائب الو من الحب جانب كمان كل شخص كان موجود عطارد عنده في برج العقرب ما بدنا نحكي صفاتهم مش عارف ايش وهاي الامور بما انه انتقل وحكينا الصفات الايجابية اللي رح يستفيد منها برج العقرب كقوة الفكر والتواصل او ايصال المعلومات والنشاط الذهني والامور اللي الها علاقة بالسفر والتنقلات ولكن بدهم ينتبهوا من عصبيتهم ردات فعلهم سلبيتهم لانه كل الزوايا اللي رح تصير رح تصير عندهم فبتكون ردات الفعل القاسية ممكن تجرح وتأذي في نفس اللحظة يبعدوا عن الانتقاد او توجيه كلام لاذح للناس اللي انتو بتعرفوهم على اساس انه يعني مش ناقصة يعني ماء وصلت الشمس لسه ما اعطت نورها لكل موليد برج العقرب مش ناقصة لامور كمان مشاكل عطارد فبتكون تكونوا حذرين طيب الان بدنا نحكي طيب عطارد انتقل باقي الابراج يعني زي برج الحمل برج الاسد هدولة شو بيستفيدوا من هذا الموضوع او من تواجد عطارد في برج العقرب هذا واحد وشو الاشياء اللي بدهم يحذروا فيها الان لما باجي بحكي هسا نقطة معينة بتخذوها انتو لحالكو بتحللوها ايجابيتها وسلبيتها يعني انا رح احكيه بشكل عام شو التأثير اللي رح يأثروا على البرج ولكن انتو من نفس التحليل هاد بتحولوه لسلبي وبتحولوه ايجابي عشان انتو برضو تتمرسوا على عملية تحليل الكواكب وتأثيراتها طبعا التأثير اللي برجه الحمل واللي طالعوا الحمل او برجه او طالعوا بكل الابراج هم اللي بدهم ينتبهوا ويركزوا في الاشياء اللي انا بحكيها ان شاء الله ما اخربت وانسى زي المرة الماضية لان المرة الماضية حكينا بدل العذراء حكيت واما بالنسبة للمريخ وانسينا ذكر اسم العذراء الان ان شاء الله انه ما اخربت في هاي النقطة طيب بالنسبة لبرج الحمل واللي طالعهم حمل ايش اللي رح يستفيدوا بينصب تفكير موليد هذا البرج اللي هو موليد برج الحمل حول ضبط امورهم المالية المشتركة لانه هذا البيت الثامن لهم فطبعا بما انه رح يركز عامور الها علاقة بالبنوك والديون والاموال المشتركة والامور اللي لها علاقة بالتأمين او بالميراث بالاشياء هاي فهذا تركيز بلوتو عطارد رح يكون عليها يعكينا بدل عطارد بلوتو فهنا التركيز رح يكون على هادا النقطة طبعا بتكن تنتبهوا انه بما انه سلبي فما توقع على وراق ما تخوضوا في امور الها علاقة بالقروض او الديون انتبهوا من استراف اموال الغير او تدخل في اموال الغير لانه هنا بتنحسب شغلة سلبية يعني زي هيك بتكونوا تصيروا تحولوا كل برج بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتفيدهم افكارهم في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع الزملاء والزميلات وهنا هاي ايجابية بتقدر تحولها سلبية انه تنتبهوا من فرض السيطرة والمشاكل وسوء التفاهم ما بينكم بين زملائكم بالعمل وفي نفس اللحظة بتكن تنتبهوا لصحتكم اما بالنسبة للسرطان برج السرطان واللي طالعهم سرطان وهنا هدولة البيت الخامس لهم طبعا هو بيت العواطف بيت الدراسة بيت الهوايات بيت الترفيه بيت الابناء فهنا بتشتد رغبتكم في ممارسة نشاط ادبي وبتحثوا اولادكم على الدراسة والمطالعة او الاستعداد للامتحانات طبعا من ناحية سلبية انا صرت احكي ايجابي وسلبي بطلت اترك لكل مجال طيب طيب من ناحية سلبية هنا بتزيد سلطتك على ابنائك وبتفرض سلطتك عليهم تتحكم فيهم بتقيدهم بتحركاتهم بتصرفاتهم وهذا الشيء ممكن يعمل مشاكل بينك وبين الابناء برضو لا تفرض سلطتك وسيطرتك على الاحبة بالنسبة لموليد برج الاسد واللي طالعهم اسد بميلوا لا تبادل الاراء والافكار مع افراد العائلة لانه هذا بيت البيت وعندهم قدرة على اقناعهم بوجهة نظرهم منلاحظ هنا انه بما انه البيت معناته تفرضوش وجهة نظركم على افراد العائلة في نفس اللحظة ما تحاولوا تتحكموا فيهم ما تدخلوا بنقاشات حدي وانتبهوا انه الفترة هاي برضو بتحمل نوع من انواع الاعطال المنزلية يعني في اعطال ممكن تحدث او مشاكل لها علاقة بالالكترونيات او بالاجهزة او بمعدات المنزل بتكون تنتبهوا يا رب ما تعطل عنا اجهزة الكمبيوتر طيب بالنسبة لبرج العذراء العذراء ماشي عشان ما يقولوش ما انسيتنا بيستفيدوا طلاب الابتدائي والثنوي لانه البيت الثالث لا لهم في الدراسة والامتحانات وبينشطوا موليد برج العذراء في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة قوية جدا هاي الزاوية لهم ولكن تحذيرات انه بما انه عطارد رح يكون اغلب الوقت منتحس فما بنحكي للطلاب تحديدا على المستوى المدارس مش الجامعات ما تعتمدوا كثير على الحظ بدكوا تدرسوا وتستعدوا وفي نفس اللحظة اللي بتنقلوا بسياراتهم بدهم يديروا بالهم على الطرقات واحذروا من اعطال السيارات اللي بتيجي بشكل مفاجئ او وقوعكم في مناطق بيكون فيها ازدحامات طرق لانه الفترة هاي برضو ما حكيناهاش بالبداية ازدحامات الطرق والمشاكل على الطرق هاي رح تكثر بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا على البيت الثاني بينصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال وادخال تعديل على ميزانيتهم يعني بمعنى اخر بتفتح لكم مجالات للامور المالية بشكل جيد والارباح والمكاسب ولكن بالمقابل بدكوا تحذروا من ايش بدكوا تحذروا من الاسراف ضياع نقودكم تنسوا مفاتيحكم اوراقكم الثبوتية تنسوها هاي الاشياء بدكوا تركزوا فيها بشكل جيد وابعدوا عن نزوة التسوق لانها هاي رح تجيبلكوا وجع الراس بشكل واضح اما بالنسبة الى برج العقرب ذكرنا انها هي بتفيدهم على مستوى الدراسة وسرعة البديهة والتنقلات والسفر رغبات وقدرة وصال المعلومة ولكن زي ما حكينا انه ديروا بالهم من الحدية بالطباع ردات الفعل السلبية اثناء حركتهم وانفعلاتهم ومعي وجهه انتقادات او كلام لاذع للناس اللي بتعاملوا معهم بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس وانا هدولا بيركزوا على الامور الغامضة اكثر والامور اللي الها علاقة بالروحانيات اكثر بالفترة هاي او زي علم الفلك علوم اخرى اللي علاقة في هذا المجال بينجذبوا لها بيحاولوا انهم يدركوا كل اشي غامض او مبهم بالفترة هاي بدهم يستوعبوا بصيروا يحلوا او يبحثوا عنه انتبهوا انكم ما تخوضوا في مجازفات روحانية بالفترة هاي لانه انتو بياضعف طاقات الكم وهذا الاشي ممكن يسبب لكم مشاكل اما بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم جدي بيميلوا لا تبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وتعرف على اصدقاء جدد فهنا منقولهم ما تفرضوا سلطتكم او رأيكم او تتزمتوا برأيكم على اصدقائكم وما عارفكم يعني صروا بتكوا تتحكموا فيهم او تقيدوهم فهذا الاشي ممكن تخسروا من خلاله صديق اه بطريقة اه يعني انه بدون رجع بالنسبة لموليد برج الدلو واللي طالعهم دلو بتفيدهم افكارهم اه في علاقاتهم مع المسؤولين والبحث عن عمل والعمل بالمؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة ولكن برضو بدهم ينتبهوا من انه يتغيبوا عن عملهم يهملوا بملفاتهم يدخلوا بنقاش حاد ما بينهم وبين رؤساهم بالعمل وهذا الاشي ممكن يسبب لهم نوع من عنواع النفور او المشاكل او حتى يعني قطيعة تنقطع عن عملك او يتم فصلك من عملك اذا انت خالفت هاي التعليمات اللي انا بعطيك اياها لان الامور ما رح تكون هيني بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالعهم حوت اخر برج بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية مجالات المحاضرات الدراسات الاستراد والتصدير القضايا القضائية اللي لهم قضايا مثلا بالفترة هاي هاي كل الاجابيات اللي رح تستفيدوا منها ولكن بدكوا تحذروا بمعنى عطار اغلب الوقت رح يكون منتحس اذا عندك امتحان ده ما تعتمد على الحظ كثير واذا عندك سفر انتبه اثناء قيادة للسيارة على الشوارع المفتوحة وبرضو في نفس اللحظة يعني بدكوا تنتبهوا اذا عندكوا سفر انه بلاش تروح عليكم الطيارة او تنسوا اوراقكم او تذاكركم او الامور اللي انتو بتجهزوا لها يعني اللي ما يخدينها معكم بالسفر فهاي النقاط الاساسية اللي بتكون تحذروا منها في حال انه عطارد كان منتحس فبتكون هو ممتبهين من هاي النقاط طبعا هيك احنا منكون انتهينا من كل شيء العلاقة بعطارد ان شاء الله انها تكون حلقة فيها معلومات اثمرت او مثمرة او انه استفدتوا منها بشكل جيد ممم يا ريت ما تنسوش اللايك يعني اكيد اللي نسيه بده يحطه هسا اه واللي طبعا بتكهرب من اللايك ويصير فيه فمش راح يحط اللايك ولكن يعني اذا عجبتك الحلقة حط لايك ما عجبتك حدس لايك حابة تسب علي وتروح سبام ونعمل لك بلوك برضو انزل تسب علي ما فيه اي مشكلة عندي جدا شكرا للجميع وشكرا لتعليقاتكو برضو منشكر الاشخاص المنتسبين والداعمين للقناة ما مننساهم على اساس انه اليوتيوب ما يسجلش علينا نقطة وهم ما يسجلوش علينا نقطة يسعدكو جميعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا اه للعطارد والله اعلم ما منعرف يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء